هنا كده عندنا شحنة قيمتها 4 ماكرو كولومب بول what are the magnitude and direction of the electric field on the x axis مرة عند ال x بتساوي 6 متر هنا كده و مرة عند minus 10 وبعني بول sketch the function of e x versus x مع ال x for both positive and negative values of x بول remember that x is negative when e points in the minus x direction يعني ال e لما هتكون ماشية جهة اليسار هتكون بقيمة negative يمين positive طالما انها طالعة من الشحنة طيب الشحنة دي مجابة يعني خطوط الالكتريك فيه طالعة منها تعالوا نحسب الاول البارت ايه البارت ايه بيقول لنا احسب لي مرة احسب لي عند السكس فال ايه عند الستة بتساوي كيه كيو ار تربيه تسعة في عشرة قصة تسعة اربع عشرة سالب ستة على ستة تربيه ستة وتلاتين طلع الف نيوتن على الكل فعند الستة نحط الف مثلا هنا يبقى كده الف مجابة ليه لاني طالع من يعني طالع خطوط الالكتريك فيه طالعة كده فبنعتبرها مجابة طيب في البي طالب عند الماينس تن فطالما ماينس تن هيكون طالع يسار هيكون سالب ايه تن ماينس كيه كيو على ار تربيه طب نحط كده القيم نفسها مفيش كر بس هنا عشرة تربيه والكيو اللي نفسها يبقى هقول اربعة تسعة اربعة لأ مش اربعة تسعة تسعة في اربعة سالب عشرة والسالب ستة تقسيم مية فطلع تلتمية وستين نيوتن على الكلوم ده كان يمين ده يسار فباتي عند هنا ماينس عشرة هيكون تلتمية وستين بالسالب فلو ده ايه اكس موجب فتلتمية وستين حاجة تكون كده مسلا قيمة كده هو اللي هي تلتمية وستين هنا الف طيب بيقول لي عايز بقى سكتش يعني خليني اكتب الشكل العام للايي الايه بتساوي ايه اللي هي عند اي اكس بتساوي كي في كيو على الاكس تربيه يعني هتساوي ده في ده يعني ستة وتلاتين الف تقسيم اكس تربيه تعالوا نعود بقى القيم مرة اكس باثنين مرة اكس باربعة وهكده لو الاكس باثنين هقول ستة وتلاتين الف تقسيم اربعة تطلع تسعة تلاف يعني نقطة عندي هنا مساء كده طب لو اربعة هيبقى ستة وتلاتين الف تقسيم ستاشر الفين متين وخمسين هنا متقى كده الفين متين وخمسين هنا تسعة تلاف هنا الف طب لو عشرة عشرة تطلع زي كده بس مجابة تلتمية وستين طب ولما اجي ارسم بقى ارسمها ازاي يعني ارسم كرب ازاي اهو. طبعا لما اوصل ما نهاية يبقى ده صفر. اي حاجة ما انها بصفر. هيبقى حاجة عاملة كده. ولما يبقى انو قم بصفر هتبقى ده ما نهاية. طبعا يبقى ده هيوازي. يعني له ما انتينه كده اهو. ده هيواز كده. عمر طبعا ماooصل ما لا نهاية. وعمر يوصل للصفر. طيب. وده برضو نمده كده علشان نبقى فاهمين احنا بالأولى. يبقى هنا كده هيروح للصفر وانا يقول للمنى نهاية. ده ال اي اكس. طب الناحية التانية هنا. لو كان مينس اتنين. هيبقى زي اتنين بزبط مينس اتنين بقى اربعة. هيبقى زي الاربعة هتبقى قيمة هنا بس بالسالب هتبقى كده. انا عايز بقى اقول ايه? الله يعنكم بقى تفهموا او يعني اللغبات اللي هتحصل. في الرسم هتبقى شكلها كده ها. حاجة بالمنظر ده كده. وبالتالي هيروح يعني زي ما ده عمل كده. ده بردو هيشتغل بسالب ملا نهاية. وهنا هيروح للصفر. طبعا كل لما الاكس تبقى صغيرة هقسم على صفر. هيبقى في الاتجاه ده بس رقم كبير قوي. لما تبقى الاكس سالب كبير هيبقى ده يروح للصفر. كده هو. يبقى ادي الاي و ادي الاي على حسب الاكس. طبعا عند الصفر طبعا مش موجود لاني ملا نهاية او ملا نهاية على حسب زيرو ولا مينس زيرو. يبقى ده رسمة الالكتريك فيلد ازا فانكشن اوف اكس. كل ما تكبر وكل ما تصغر. ترجمة نانسي قنقر